بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في خبرات برمجية للمحترفين من وقت الالتاني بتجيلي فكرة فبحب اطرحها مع الناس اللي هي خلاص يعني داست في الكود واشتغلت كتير وجربت كتير وبتبقى عايزة تجرب بعض الاشياء السؤال بقى هل عمرك حاولت ان انت تعمل ترجمة لبرنامج سي شارب بجد من غير ما تستخدم فيشول استوديو هل ينفع هل حاولت انك انت تترجم ملف وانت كتبت فقط نصوص هل جربت الكلام دا هل دخلت في تحدي مع نفسك بفضل الله انك تعمله لو فعلا عملت كده بقى انت فعلا بتحب البرمجة والحلقة دي هتكون فعلا 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 جميلة جدا بالنسبة لك تعال نجرب مع بعض على فكرة انت كل اللي محتاجه هو ال .NET Framework وهو اللي بيترجم ويزبط القصة دي ايك تمام طبعا مش فارق معايا الفرجن قد مفارق معايا انت هتعمل ايه صح كده طيب اول حاجة الكمبيلر بتاع السي شارب يا جماعة اسمه CSC تمام سي شارب كومبيل تمام او كومبيلر بتاع السي شارب اسمه CSC تمام فاحنا هنفتح الكماند برومبت خلاص بقى احنا دلوقتي ملناش دعوة ب visual studio انا اصلا مش عارف يعني عايز اوريك مسلا يعني لو انا كتبت هنا مسلا visual عايز بس اوضح لك حاجة انا هكتب هنا هتعمد هكتب هنا ايه visual studio اوكي مفيش visual studio بص شايف مفيش اوكي visual studio مفيش خلاص يعني عايز الفكرة تكون وصلت مش عارف هي وصلت ولا لأ ياريت تكون وصلت الفكرة مفيش visual studio فانا هكتب هنا CSC طبعا لو اه موجودة لو ايه لو موجودة مفروض ما مش هتطلع ارور يعني اقول لي ايه CSC is not recognized يعني مش موجودة اصلا فانت هتطلها الباص طب فين الباص يا عمي اقول لك ادخل على C او عند الوقت ويندوز تلنا اصلا بينزل بالدوت نت فريمورك فاكيد عندك يعني تدخل على C بعد كده تدخل على ويندوز بعد كده تدخل على ميكروسوفت دوت نت هو الفولدر اسمه كده اسمه ميكروسوفت دوت نت تدخل عليه يبقى تدخل على C ويندوز ميكروسوفت دوت نت بعد كده تدخل على فريمورك انا كده دخل اجيب لك ايه انا دخل اجيب لك مكان الكمبيلر تمام بعد كده هتختار الفرجن اللي انت عايز تعمل عليه انا مثلا هنختار فرجن ثري بونت فايف هدخل عليه هلاقي هنا ملف التنفيذي للكومبيلر هو ده اوكي ده الملف التنفيذي لايه للكومبيلر ملف اسمه csc.exe اسمه csc.exe انا اكبرلك اهو الدنيا تشوف اهو ده csc.exe انا الفونت مش كبير اللي انظر الملف هو خلاص فانا هعمل ايه بقى علشان ده يبقى ريكو جونيزد اولا عشان اقدر ان انا استخدم الكلام ده هاخد المصار ده كابي اللي هو اللي انا قلتلك عليه وتاني عشان تاخد بالك معايا c windows microsoft.net framework v3.5 او اي version تاني مش فارق معايا خلاص كده هو ده هتاخد الباص ده وكليك يمين على الكمبيوتر بتاعك زيز بي سي اهو properties وهاتلي advanced system settings وهاتلي environment variables وهات الباص double click عليها هو واعمل new وحط الباص ده paste ودوس على اوكي كده يا باشا انت بتعرفوا ان انت تعمل استخدام ليه هذا الكمبيلر جوه مين يا عمي جوه هنا زي vb c dot exe لاخره مهم معلنة هاجي هنا طبعا خلاص command prompt ده لو عملت csc هقول لي برضك ايه not recognized انا هقفله وافتحه تاني لو سمحت برض الكلام ده انت عارفوا بقى تعال جرب كده كتب csc ودوس بص ما عملش error ما عملش ايه error قال لك ايه no inputs specified انت ما دتنيش حاجة اعملها لك يعني ما دتنيش حاجة عمل لك لها ايه combiling بقى انت كده جاهز انك تعمل combiling صح حلو قوي ممتاز بفضل الله هعمل ايه بقى هفتح النوت بادل عادي خالص اهو ماشي من غير اي حاجة ولا visual studio ولا اكواد ولا تكملة ولا اي حاجة خالص ماشي طبعا هنا هعمل ايه عادي خالص اشتغل بابترية اللي انت تعرفها اقول لك يا عم public class my اوكي والclass ده لازم طبعا يبقى فيه main method فهعملها مثلا public static void المين هنا في السي شارب بتكتب الام كابتل بعكس الجوابا small هنا الام كابتل اوكي وهنا ما بتاخدش argents في الجوابا بتاخد argents هنا قصين فضيين وخلاص وهدي ايه المين method خلاص وهدي ايه save هعمل له save على الدسك توب في نفس المكان اللي هنا عشان تشوفه معايا هسميه my dot c c c ده ملف ايه يا عمي ملف c كودة هون ايه كود c خالص ولا visual studio ولا بيئة تطوير ولا اي حاجة خالص ايه رأيك هاجي هنا بقى كده انا هتديله ايه هتديله بقى الايه الانبوت بتاعتي هاجي هنا هقول له c s c لا لا روح الاول بقى على الدسك توب قول له c d على الدسك توب كده هو جوا الدسك توب وانا بقى جوا الدسك توب هقول له ايه هقول له c s c يعني الكمبيلر بتاع c sharp مسافة وهتديله الملف اللي انا عايز عمله كومبيل لو عملهولي ملف c بقى كده العملية نجحت بفضل الله فانا هتديله ايه هقول له خد الماي dot c s ده ملف c sharp انا عملته وتعبتي فيه خده وعمل لي ليه كومبيل لو سمحت دوس enter بفضل الله نجحت عملية الترجمة طبعا ده ملف مفوش اي حاجة لان ده الكلمين اصلا فاضية اوكي فلو انا دوست عليه double click مش هعمل اي حاجة انت اوخت بلك يعني انت كده بتترجم اكواة c sharp من غير visual studio ومن غير اي حاجة خلاص لو انا جيت هنا بقى حبيت استخدم طبعا في البداية هنا لازم اقول له ايه اقول له using system عشان استخدم مثلا الconsole خلاص using ايه system ده نيمي سبيس ههو عملته هاجي هنا بقى هقول له مثلا ايه console console dot write line هقول له هنا مثلا hello اوكي ودي ايه c ni col طبعا لو انا عملت save وجيت هنا كتبت csc للماي dot cs وضعت enter هيتعمل له compil عادي بقول لك انا هتيجي تفتحه مش هتلحق تشوف ايه hello بادوس اهو بص بيختفى على طول فعشان اخليك تشوفها هخليه يوقف عادي طريقة سهلة قوية اقول له console تمام اعرف فيه طرق كتير عارف عارف console dot اه مثلا read read line بس عشان يوقف يستناك لغاية ما تدوس enter بس يوقف يستناك لغاية لما ايه لما تدوس enter عايز بقى تقول لي خلاص يا عمم انا هقول له بقى ايه اه دخل اسمك ومش عارف ايه براحتك براحتك يعني مفيش مشكلة عندي لو انت حبيد تقول له مثلا ايه enter your name اهو كده اخد بالك وتخلي لي دي read بس على اساس ايه يبقى مستنيك في نفس السطر يعني وتيجي هنا اه ترحب به مفيش مشكلة عندي خالص انك تيجي هنا وتقول له مثلا console console dot write line لاسمك مع الكلمة دي واخد بالك ازاي ممكن انت تاخدها منه كمان في variable لو عايز ما فيه عندي مشكلة برضو اهو اهو من صميم اللغة اهو عندك عرف لي اسمه name وكده بيساوي اللي جاي لك من ايه من اهو هيستقبل اسمه هتقول لك هنا وانت تيجي هنا تقول لي ايه تقول له hello ومسافة كده وتروح دامج معها ال name اللي انت استقبلته منه بس بعد كده عشان تلحق تشوف الترحيب فهتقول له console dot read line فاضية كده console console dot read line فاضية على اساس يقف يستناك بس بفضل الله تعالى بقى كده ايه نجرب الكلام ده اهو تعالى ايه اعمل لي csc للماي ضبط طبعا انا بعمل هنا حفز اخد بالك بعمل هنا حفز ده حتى ويندوز 10 فيه خاصية جميلة جدا في النود باد الحديث يعني اما بتيجي تغير بيعمل لك asterisk فوق زي ال code editors لغاية لما تعمل save ال asterisk اللي فوق هنا تختفي في اسم الملف المهم ما ياجي هنا هقول له ترجم الملف ده اوكي dot a dot c sharp cs ودي enter عمل له ترجمة انا هدوس double click عليه هيقف بقى استناني بس كتب لي ايه enter ايه enter your name ممكن ازبطه لك اكبر لك الخط بتاعه يعني عادي فونت هنا خلي مثلا على 28 او 36 او 36 بس هتزبط خلي مثلا ال ال 40 و مثلا خلي مثلا 20 اوكي لا خلي مثلا 10 اوكي وهنا ثبته في من فوق من فوق 0 او عادي 10 ومن ومن على الشمال 10 ومن فوق 10 ودي ايه اوكي ازبطت كده معك بس اقفل بقى اجربه لك من الاول وتبال لك وكاد عمله كومبيل وعشان تأكد اعمل delete ليه اهو خلاص وتعالي اعمل لك ليه كومبيل تاني اقول لك على حاجة اقفل ودي الملف بتاعك خلاص يا عمي اهو كتبنا عليه كوت سي شارب وما عندناش فيجوال استوديو اصلا خلاص عملنا وعملت اسمه وعملت جواه من الام لانك لو ما كتبتش الام مش هيعرفها ودي ايه قسينة تمام ودي بستقبل اسمه وبرحب به الكلام ده ما عملتش حاجة ايه بس كده هروح جايب الكماند برومبت وهقول له روح على الديسك توب بعد اما تروح على الديسك توب اعمل الملف ده سي اس سي الكمبيل اعمل لي كومبيل لماي دوت سي اس هدوس انتر هيعمل لك ايه ملف هيشغل بقى ملف دابل كليكت عليه قال لك ايه انتر قلت له ايه قلت له احمد وهدوس انتر قال لي هلق احمد ومستنين طبعا ادوس انتر علشان انا اللي خليته يستنى بكون دوت ريد لاين لايه الفاضية انت اخذ بالك من القصة يعني هنا انت بتعمل ايه بفضل الله انت كده من غير برنامج تطوير اهو دوس انتر خرج من غير برنامج تطوير بفضل الله بتعمل اللي انت عايزه ده حتى لو انا عايز اعمل اه شاشة اعمل مفيش مشكلة يعني يعني مش شرط يكون عندي فيجول ستوديو يعني هوريك بص لو انا مثلا جيت هنا وروحت اعمل ازاي using تمام system system dot windows dot forms ده نميز بيز او دي سيني كورنو ده نميز بيز بتعملين بتاع الشاشات صح كده خد بالك ولا عملت ريفرنس ولا اد ريفرنس ولا داعب فيجول ستوديو خالص انت متخيل السهولة انت متخيل السهولة طبعا الناس اللي بتتفرج على الحلقة دي اصلا مفروض ان هي محترفة وبفضل الله بتنمي مهاراتها تمام وقلت لك ايه خبرات برمجية للمحترفين معروفة لحلقات دي بفضل الله خلاص لو انا جيت هنا بقى اوكي وبدأت ان انا استخدم الفورمز ايه المشكلة يعني مثلا ده خلاص تطبيق احنا عملناه ماشي سيبك منه اهو ماشي اهو خلاص وهات دي خلا معنا اهو خلاص خلاص ده عملته ايه عملته كومنت خلاص ودي دي في الاخرة هي عشان ايه يقف وقلت لك عارف ان فيه طرق كتير خلاص طيب انا بقى هعمل ايه بفضل الله هاجي هنا تمام هبدأ اشتغل بالفورم يعني مثلا لو انا قلت له انا عايز اعمل فورم من ال كلاس فورم هعمل object frn وهقول له ده بيساوي new من الايه من الفورم خلاص ودي قسيم فضيين وسمي كولن كده انا عندي الفورم حلو وعايز اعمل تيكست بوكس فيها ادي ايه تيكست بوكس هعمل من التيكست بوكس هعمل متغير اسمه تيكست اي او object يعني تيكست اي ده بيساوي new من التيكست بوكس ودي قسيم فضيين وسمي كولن ماشي قلت له عايز اعمل button اوكي هسميه btn وده بيساوي new button ايه رأيك new button خلاص ودي قسيم فضيين وسمي كولن حلو كده انا عندي فورم وعندي تيكست بوكس وعندي بطن او نموذك او شاشة تمام حلو او هاجي هنا انادي على الرم واقول لها dot الكنترولز اللي جواكي controls dot add حطي فيك txt ودي سيمي كولن اوكي ويا فورم كمان لو سمحت يا فرم اللي عرفتك dot controls dot add هضيف جواك كمان ال btn ودي ايه سيمي كولن يبقى انا كده ايه عندي العنصرين دول عالشاشة txt وال btn طب انا عايز اظهرك يا فورم ما فيش مشكلة خالص بفضل الله لقدت لك f r m dot وخليني هنا بقى ايه شو diyalوج عشان يوقف ودي خصين فادي نسيمي كولن شو diyalوج اتظهري ايه كdialog خلاص ودي ايه save لو انا بقى جيت هنا وروح تعمل ازاي compile للنفس لايه لنفس الملف فعمل compile عادي ما فيش مشكلة double click على الملف اهو بفضل الله فتح لك form وحطي لك كمان text books وحطي لك زرار بقى مش باهم خالص لان انت مش ميدي له اي حاجة انت ااخد بالك انت هنا لو جيت زبط بقى عايز زبط زبط يعني انا مسلا لو جيت على الزرار اهو الزرار بعد ما عرفته خلاص جيت هنا قلت له ya btn dot text بتساوي click here click here ودي ايه ودي عملت save وهاجي هنا هعمل ايه compiler او compiler وهاجي ايه هشغل تمام هو هنا ايه مش اه مش واخد مقاس ماشي ندي له مقاس تعال هنا ماشي ya btn نديك مقاس btn dot انا مش عارف مش فاكر الauto size موجودة هنا ولا لا auto size انا عرف الauto size موجودة للليبل ده ده اساسي بتساوي true انا مش فاكر موجودة للزرارة لا save تعال انجرب لو مش موجودة هيعمل ايه لا اشتغل يبقى خلاص موجودة auto size ما عملش بس موجود خد بالك وبين واضح بلاش auto ايه ولا اقول لك حط auto size بعد الكلمة شغل دماغك بقى اهو جرب ايه هنجرب بعد اما حط الكلمة اعمل ايه auto size اهو اعمل compiler شغل ماشي خلاص نديله ايه نديله size على طول بلاش خلي size بتاعك btn dot size خلي بيتساوي new اه بلاش size بدل ما نعمل new size والكلام ده وليسا هنعمل احنا هنا على طول ادي ايه الويتس بتاعك خلي بيتساوي مثلا اه 150 خلاص ويا btn dot height بتاعك خلي بيتساوي مثلا 50 بس ادرب كده تعال هنا اعمل اه compile وشغل كده اهو كابر خالص الزرار طبعا ماذا بطلوش location واخد بالك ازاي انت ااخد بالك من القصة جاهة ازاي يعني انا هو بزبط زي ما انا معاوز على قد بقى خبرتك على قد ما هتشتغل على قد خبرتك على قد ايه ما هتشتغل يعني مثلا مش فاكر لو احنا عملنا هنا مش فاكر الفونت كان موجود هنا ولا في السيستم يعني ممكن برضو كن ايه نعمل الفونت مفيش مشكلة اقول لك تعال انجر لو انا جيت هنا على مثلا الزرار الزرار هنا قلت له ايه قلت له مثلا هنا كده الفونت بتاعك خليك يساوي نيو فونت تمام وكنا طريبا بنكتب هنا الاول نوع مثلا طهومة اوكي على مثلا اربعتاشر ادي ايه سيمي كولون نعمل ونشوف كده موجود ولا ايه هنا ايه بيقول لي مش موجود صح الفونت ايه الفونت مش موجود يعني عايز ايه يجي من تانية يعني خلال الصوات تقريبا بيجي من اا كان ايه سستم دوت دراون جي تقريبا نجرب كده نعمل يوزنج لايه سيستم دوت راوينج اوكي ودي ايه سيمكن سيف تعالى نعمل ايه اا كومبايل عمل كومبايل شغل بقى اهو كبر شايف الخط بتاعه كبر وهكزا بقى انا ممكن ارعب في الخصائص التانية براحتي ما فيش ايه مشكلة بفضل الله تمام فلو جيت هنا اا خليت مسلا الفونت ده في متغير او ديته هو هو للتكست ما فيش ايه مشكلة اهو يعني هو هو للتكست واخد بالك اهو يحيث هنا txt dot font نفس نفس الفونت او اخليه في متغير وديل ده وديل ده تمام ممكن ايجي برضو اا ادي للزرار يعني هنا الزرار عندي خد موقع معين فانا لو جيت هنا قلتوله يا بيتي ان انت المفروض انا عايزك تبقى تحت التكست بوكس فهقول لك dot top dot top لو سمحت خليك مسلا ايه تعال نجرب كده نديك مسلا مية ونشوف يعني نشوف ايه الاخبار ها compil طبعا بعد بعد save اهو باعت خالص لا ممكن بقى ايه بدل مية دي خليه مسلا ايه خمسين ودي save ودي ايه compil ودي تشغيل اهو ده كده مسلا ايه مناسب بالنسبة لك ممكن انت تبعد الاتنين عن الحفة اليسرة شوية اجي هنا اقول له بي تي ان دوت ليفت اوكي بي تي ان دوت ايه بتليفت انت بتسوي مسلا عشرة من الشمال خليك ايه عشرة ونفس الكلام اوكي هنا بايه بعشرة ممكن اجي لتي اكس تي اقول له بتاعك خليه بيساوي 150 زي الزرار اهو ودي ايه سيف لو انا جيت عملت وجيت شغلت الملف خد بالك انا كده ما عنديش فيجوال استوديو يا جدعان انا عارف ان في ناس مستمتعة بالكلام ده وفي ناس تانية تقول لك ايه ده صعب لا اللي يقول ده صعب ما يتفرج مش مش فيديو مش الفيديو ليك اللي بيقول ده صعب الفيديو ده مش ليك الفيديو ده لناس معينة جماعة الفيديو ده انا وضحت لناس معينة واخد بالك تيجي بقى الت تقول له نقول ايه التوب بتاعك التوب بتاعك بيساوي خليه من فوق مثلا ايه بعد عشرة كده ولا حاجة ودي سيف متخيل بص تعمل كل حاجة بمزاجك انت يعني مش فكرة بمزاجك بتعمل كل حاجة بفضل الله من الاساس تمام طبعا كل التثبيتات تظبط اللي انت عايزه الخصائص بقى كتير على قد ما عرفتك بالخصائص على قد ما هتشتغل يعني مثلا لو انا عايز ابرمج الزرار ابرمج ايه المشكلة انت فهم القصة اللي انا عايز اقولك عليها لو انا عايز ابرمج الزرار ما عندي الديليجيت اصلا من الكلمات المحجوزة للسي شارب انت اخذ بالك ازاي يعني مثلا انا ممكن اجي هنا وقوله انا هبرمج الزرار قبل ما اعمل شو ده يقولك بس اهم حاجة اجي هنا اقوله اقوله ايه اقوله يا بيتي ان دوت الكليك اللي فيك زائد بتساوي عشان ده حدث ديليجيت ديليجيت اوكي والديليجيت ولا هتديك بقى ولا اوبشيكت ولا ايه ولا ايفنت ارجس يعني ولا هتديك السندر ولا ال اي اللي هم كانوا بيدوها لك معين لو حايز هتديها لك هتديها لك بس انا مش محتاجها خلاص هاجي هنا ودي ايه السيمي كولوم بتاعت الديليجيت هاجي هنا اشتغل في الديليجيت كني بكوض عادي مفيش اي مشكلة عادي جدا واجي هنا اقول له ايه اقول له هلو ايه رايك ودي سيمي كولوم سيف تعال اعمل اهو تعال اشغل دوس على الزرار اهو طلع لك هلو رسالة طلع لك هلو واخد بالك ازاي هو بفضل الله حاجات جمدة جدا عادي ممكن اقول لك هلو فلاني عادي هلو زائد اللي جاي لك من تي اكس تي دوت التكست اللي جوا ايه رايك ودي سيف تعال اعمل لي اهو شغل بعد اهو 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 خلاص هكتب لك هنا ايه احمد وهدوس اهو هلو احمد اهو بس اوكي هكتب هنا عادل هدوس اقول لي هلو عادل هكتب هنا عمر وهدوس هقول لي هلو عمر تاخد بالك من القصة يعني هنا بفضل انت بتعمل كومبيل للسي شارب من غير فيجوال ستوديو من غير اي حاجة حتى من غير الكود ايديتور بفضل الله اشتركوا في القناة